عقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع الشركاء والرعاء الرئيسيين لقمة المناخ كوب 27 وذلك على همش فعاليات المؤتمر المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيفة وأعرب رئيس الوزراء عن شكره لجميع الشركاء الرئيسيين والرعاء لعقد القمة قمة المناخ كوب 27 الذين سهاموا في خروج المؤتمر بشكل ناجح وأكد أن الحكومة المصرية ستظل ملتزمة بتنفيذ تعهداتها نحو قضايا العمل المناخية من جانبهم أكد مسؤول الشركات أن مصر باتت تلعب دورا محوريا في قضية المناخ في منطقتها كما أبدو تحمسهم للمشاركة في تحالف القطاع الخاص للمناخ المزمع الإعلان عنه من جانب الحكومة